يجي اقول لك ايه? تتغير قيمة مقاومة موصل كهرابي ما في دايرة كهربية عند تغيير نوع. قيمة المقاومة اللي في المواصل بتتغير لما بغير ايه? شدة الطيار المر به? ولا زمن التوصيل? ولا ابعاد الموصل? ولا كمية الكهربية? طب برحة كده انت عندك شدة الطيار. انت عندك المقاومة اه لو جينا نبص على القانون بتاعها. بص كده معايا القانون بتاعها لو جيت اكتب القانون. انت عندك المقاومة كنا ما اديناها مثال. ماما جدو تيتا. بالترتيبة هو. ماما جدو تيتا. مين مقاومة? جدو اللي هو قلنا بقى فرق الجهة تيتا اللي هو شدة الطيار. طيب. هنا بص كده انت عندك العلاقة بين المقاومة وشدة الطيار علاقة عكسية. علاقة ايه عكسية? يعني لو المقاومة زادت شدة الطيار ايه تقل. طب هنا بص كده. شدة الطيار كيمة المقاومة اه بتتغير عند تغير شدة الطيار لا يعني شدة الطيار ما يأثرش على المقاوم ما يأثرش عليه لو هو تغير ما يأثرش على المقاوم تمام خلي بالك من الحتة دي يبقى شدة الطيار ما تأثرش على المقاوم طب زمن التوصيل لا كمية الكهربية لا ما فيش علاقة هنا أصلة طب هنا أبعاد الموصل آه أبعاد الموصل دي اللي هي طول الموصل يعني لو الموصل طويل لو زودنا طول السلك أو أثرنا طول السلك ده الفعلا اللي يأثر على كمية المقاومة لأن أنا كل ما بزود الطول تزق المقاومة. ولما تزيز المقاومة تاقلي شدة الطيار. وكل ما قللنا الطول تاقلي المقاومة. ولما تاقلي المقاومة تزق معا شدة الطيار. لابه هنا اللي يفرق فيه المقاومة ويخ Patter تغير هو. الوو طوله. يعني. لابه هنا هنقول له ابعاد الموصل وهان هو صح. طب عندي بعد كده رقم خمستاشر يجي ليك اذا تم استبدال السلك الف بي. الف بي قدامناه هو. اللي هو دي كده أتعتبر مقاومة سبت ده طوله واحد متر. في دائرة كهربية بالسلك جيم دال. جيم دال اللي هو تحته ده. جيم دال ده طوله اتنين متر. طب. وكانك لهم من النحاس. السلك اللي اتنين موصلين من النحاس. والنحاس ده طبعا مادة موصلة جيدة للكهرباء. ولهما نفس مساحة المقطع. يعني لهم نفس المساحة. فإن قيمة المقاومة نقطة. لا تتغير ولا تزداد ولا تكلب الراحة. انت عندك هنا الطول ده واحد والطول ده اتنين. يبقى احنا اتفقنا ان المقاومة كل ما قال الطول تقل المقاومة. وكل ما زاد الطول تزيد المقاومة. يبقى بالتالي لو انا غيرت من واحد لاتنين يبقى المقاومة هنا هتزيد. يبقى ازا ما اتغيرت ولا ما اتغيرتش اتغيرت يبقى نقول له هنا تزداد المقاومة. تمام كده? يبقى الاجابة هتبقى رقم بها. عندي بعد كده رقم ستاشر يجي يقول لك اه الصيغة الرياضية لقانون او. اتعندك قانون او لسه كانت بينه حالا. اللي هو بص كده معي. اتعندك ماما جدو تيتا. اللي هي المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار. تمام? طب ممكن تقولها بمثال تاني ماما جابت تفاحي. ميم جيمت. المهم اعرف القانون عشان تيعرف ترتيبه باي طريقة تعرفها بيه. المهم في الاخر تكتب لي ان المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار. طيب. فهنا بص بقى كده يبقى المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار. ايوة فعلا ماما جدو تيت يبقى ده الصغاء المزبوط لكن بص هنا عكس لك ميم تهجيم لو انت بقى مش رابطها باي حاجة او انت مش متأكد او القانون ممكن تختار دي بغلط انت بتمشي بترتيب القانون ماما جدو تيتا ماما جابت تفاح يبقى ازا المكاومة بتسوي فرق الجهد على شدة التاريه يبقى دي رقم الف طيب عندي بعد كده رقم سبعتاشر يجي يقول لك ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة فولت على امبير طيب ايه الكمية اللي بتقاس بوحدة على امبير براحة برضو كده ركز معايا كده انت عندك لو جيت ابص على اه القانون بتاع المقاومة المقاومة بتسوي اه اه قانون المقاومة بتسوي فرق الجهد على شدة انت عندك فرق الجهد ايه واحدة كياسه واحدة كياس فرق الجهد انت عندك فولت صح كده طيب على قبلتني بحطها شدة طيار امبير صح كده يبقى ازا فولت على امبير دي واحدة كياس مين واحدة كياس المقاومة صح مش المقاومة تبقى بتسوي وفرق الجهد وفرق الجهد ع الأنبير إيوة هم القانون وهي اشتقطها ما القانون. يبقى إذا هنا في مقاومة شدة طيار لأ. المقامة أيوة هي المقاومة الكهربية يبقى المقاومة الكهربية بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار اللي هي agricola على believer. طيب عندي بعد كده رقم 18 يجي يقول لك أي الأشكال التالية يحق القانون sucedة هنا اللي علاقة بين فرق الجهد وشدة الطيار علاقة عكسية لا. طاب العكس اللي علاقة بينهم علاقة ترضية جي متى اللي علاقة بينهم في قانون ام علاقة طردية. طيب هنا فرق الجهد وشدة الطير علاقة طردية ايوة يبقى هي الدايرة دي فعلا من اللي صح. تمام? يبقى الدايرة دي اللي صح. بل علاقة دي اللي صح. فرق الجهد وشدة الطير العلاقة بينهم علاقة طردية. طيب عندك بعد كده رقم تسعتاشر يجي يقول لك ازا مرة طيار كهرابي شدته اتنين من عشر امبير خلال سخان كهرابي. وكان فرق الجهد بين طرفيه متين وعشرين فولت. فان مقومته تساوي نقط ام. براح. هلخص المسألة بتاعتي يا مستر واحدة واحدة. على كده اللخص المسألة. اي مسألة عشان تحلها صح لازم تتلخص كويس. بص معايا كده. هو بقول لي ايه? ازا مرة طيار كهراب شدته يبقى اول معلومة متدهالي الشد. متدهالي باتنين من عشر امبير. يبقى الشد التارليات بتساوي اتنين من عشر امبير. جميل اوي. دي كده اول معلوم. خلال سخان كهرابي وكان فرق الجهد. تاني معلومة متدهالي فرق الجهد. بيقول لي متين وعشرين فولت. فرق الجهد اللي هو رمزه جيم. جيم بيساوي كام? متين وعشرين فولت. اهو. تمام. فان مقاومته يبقى وعاز ميم. ميم مش متدهال. طب يلا. انت عندك ميم اللي هي ايه? انت عندك ماما. جده تيتا. اللي هي المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار. اللي هو هيساوي. فرق الجهد بكام? اهو. شوف لما بتلخص المسألة بتلاقي كل حاجة سهلة زي في التعاود. يبقى متين وعشرين. نكتب متين وعشرين. على شدة طر. اهي شدة طر لاتا. اتنين من عشر. نكتب اتنين من عشر. يلا بقالتك الحزب على طول كده. هو تروح الجاية. اسم بقى. متين وعشرين على اتنين من عشرة. اللي هو هيديك الف ومية. هيديك الف وايه? ومية. وهتنسى التمييز لانه بتنقص عليه درجات. واحدة الكياس المقاومة ايه? هتقول له قوم. تمام كده? هيبقى الف ومية قوم. فيه هنا في اختيارات. الف ومية. نبص كده. هنا عشرين. هنا الف. هنا الف ومية. ايوة هيدي بألف ومية قوم. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كتا رقم عشرين. يجي قولي الجدول المقابل يوضح فرق الجهد بين طرفي اربع مصابح مختلفة. وشدة الطيار المر في كل من هما. ايا من هزي المصابح تكون مقاومة فتيلة. مقاومة فتيلته هي الاكبر. براحة كده. وهنا مديني اربع مصابح. اي بي سي دي. بيقول لك ايه? بيقول لك ده بيوضح لفرق الجهد. وشدة الطيار. تمام? المر في المصابح الاربع. هنا فرق الجهد اتنين. هو بقى عايز ايه? عايز انهي مصباح يكون المقاومة بتاعته اكبر. كبير. انهي مصباح لده مقاومته كبير. طب سهلة. هو مديك فرق الجهد وشدة الطيار. انا عايز ميم. اللي هي المقاومة. طب يلا بقى نحسبها. مسألة الرياضية عادية خالص. هو هنا الخاصة. يلا نحسبها مصباح مصباح. يلا نبدأ بالمصباح ايه الاولى? ايه بيساوي? عندك المقاومة اللي هي ايه? المقاومة اللي هي مواما جده تيتا ده القانونة هو مواما جده تيتا. اللي هي المقاومة. بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار. بيساوي. فرق الجهد بكم يا عم هنا? باتنية. على شدة الطيار بتاعته كام? خمسة من عشر. وتروح جايحة تشوفها تديك كام. التانية نفس الفكرة. على كده نحسبها برضو. يبقى تلاتة على اتنين من عشر. تلاتة على اتنين من عشر. ونحسبها تشوفها تديك كام. اه التالتة اللي هي ستة على اتناشر. ستة على اتناشر. ونحسبها تشوفها تديك كام. الرابعة اتناشر على واحد. ونحسبها تشوفها تديك كام. يلا كده. تعال كده نبدأ اول حاجة. اتنين على خمسة من عشر. اتنين بقالتك الحسبة تعملها يلا. اتنين على خمسة من عشر اللي هو أدينا اربعة. اوم وهي تنسى واحده كهزة المقوم بيبه اربعة. طب تلاتة على اتنين من عشر. يلا اسم تلاتة على اتنين من عشر. اللي وهي يديك كم يديك خمستاشر. وهي تنسى الواحدة اوم. يبقى يديه نوخ مستاشر. يلا اسم ستة على اتناشر. tecn Globe 10. يديه خمسة من عشر. ونقوله اوم . تمام يبقي نوخ ملعاشر. وطبعا اتناشر على الواحد فى الاطناشر. اوم. ابس كده هو عايز هنا بيقول لك انهي مقاومة تكون هي كبيرة. انهي مقاومة من ديك كبيرة نبص. تعندك اربعة ولا خمستاشة ولا خمسة من عشر ولا اطناشة طبعا اكبر رقم في دول هو الخمستاشر صحي كده? خمستاشر ديلي هتبقى بتاعت انهي مصباح الوات تاني. مش تلاتة على اتنين من عشر ديلي المصباح رقم بي ايوة مصر. بقى ده هنا المصباح رقم بي هو اكبر مقاومة. هو هيبقى اكبر ايه مقاومة. يبقى ازا هنا في الاختيارات هنقول له بقى ايه ولا بي ولا سي ولا دي هنقول له بيه. يبقى ليجي برقم بيه. تمام? طيب. عندي بعد كده. يجي يقول لك في الدائرة الموضحة بالشكل ازا كان فرق الجهد بين الطرفية المقاومة تمنتاشر فولت. فان اقراط الاميتر تسوي نقط امبيري. بقى هو عيش شدة الطيار. مديني هنا على الدائرة المقاومة السبتة قيمتها بتسعة او. يلا براحة بقى. انت عايز نرخص المسألة. نرخص المسألة واحدة واحدة ايه.